اشتركوا في القناة هذه الشجرة بشجرة الحياة لأنها الشجرة الوحيدة التي بقيت حية إلى يومنا هذا بهيروشيما باليابان بعد تفجير القنبلة الذرية في الحرب العالمية تانية عام 1945 وهذه من الأمثلة القاسية لتماسك الشجرة هذه حيث نمت ستة أشجار في دائرة قطرها 2 كيلو متر من الانفجار بالمنطقة بالرغم من أن أغلب النباتات الأخرى والحيوانات في المنطقة قد دمرت وهذه الشجرة هي شجرة الجينكا أو جينكو بيلوبا أيضا تعرف باسم شجرة كزبرة البئر وأيضا هي شجرة الحياة ومعنى الأسم باللغة الصينية لهذه النبات هو فاكهة الفضة لها استخدامات عديدة في الطب التقليدي وتعتبر مصدر للغذاء وفوائد عديدة باستخدام أوراقها ومستقلصاتها المتوفرة في الصيدليات ومحلات بيع العشاب الطبية المتخصصة في معظم دول العالم وشجرة الجينكو أو الجينكا هي أشجار كبيرة عادة يبلغ ارتفاعها بين العشرين والخمسة وثلاثين متر وبعض العينات في الصين بلغت أكثر من خمسين متر وتستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتعب وطنين الأذن كما أنها تحسن الذاكرة وتمنع الخرف والإطرابات الدماغية الأخرى وتحتوي قشور بذور هذه الشجرة الجينكا على سم قد يؤدي إلى الموت إذا تم أخذه بكميات كبيرة من فوائدها كثيرة بتعالج ضعف دوران الدم في المخ فهي تقوي سريان وتدفق الدم في المخ مما يعني تغذية أكبر وذاكرة وتركيز أقوى وتقوية الذاكرة بشكل ملحوظ وتحافظ على تدفق الدم إلى الجهاز العصبي بشكل جيد ولها قيمة عالية في علاج الربو ومضادة للتشنج ومضادة للالتهابات وتخفض ضغط الدم وتخفض احتمال وقوع السكتة وتحول دون تصلب الشريين وتفيد كثيرا في علاج الخرف وتستخدم في علاج سلس البول ومضادة للأكسدة فبالتالي تقاوم السرطانات والجنكة أيضا تساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب أو الذين لديهم مشاكل لبروستاتا أو من المثانة وموصى بها أيضا للأشخاص المعرضين لخطر التعرض للإشعاعات وتعد هذه الشجرة من أقدم فصائل الأشجار المتواجدة على هذه الأرض حيث يعود تاريخها إلى ما يقارب 300 مليون سنة وقد استخدمها الصينيون منذ القدم لأغراض علاجية لكن اكتشاف العديد من فوائدها واستخداماتها الحالية تم على يد العلماء الصينيين والألماني وغيرهم وفيما يلي شرح لبعض فوائد واستخدامات الجينكو بيلوبا فوائدها كثيرة واستخداماتها كثيرة ومثبتة علميا ونتيجة أبحاث علمية فهي تعالج الاكتئاب وجد أن المرضى الذين يعانون من درجات مختلفة من الأمراض الوعائية والذين استخدموا الجينكو بيلوبا قد أظهروا تحسنا كبيرا في مزاجهم وهذا ما حفز العلماء على محاولة استخدام هذه العشبة في علاج الاكتئاب وخاصة لكبار السن أيضا تفيد في الوظائف الذهنية حيث يحسن الجينكو تدفق الدم في كل أنحاء الجسم وبالأخص إلى الدماغ وبالتالي فهو يحمي ويحسن من الذاكرة ووظائف الدماغ وحتى في حالات الزهايمر وهو يساعد أيضا في حالات النسيان البسيطة التي تحدث للإنسان أيضا هي مضادة للأكسدة والجينكو يعمل على محاربة الجذور الحرة وتعمل على إصلاح التلف في الخلايا أيضا تفيد كما قلنا في مرض الزهايمر فلا يعرف للآن كيفية عمل الجينكو بيلوبا فيما يتعلق بمرض الزهايمر وذلك بسبب عدم معرفتهم للأسباب التي تؤدي إلى حدوثه أصلا فالجينكو بيلوبا يعمل على تهدئة مريض الزهايمر وإبطاء تقدم الزهايمر وفي بعض الحالات يساعد على تحسين نمط حياة مريض الزهايمر وما يحدث في حالة هذا المرض هو أن خلايا الدماغ العصبية وخاصة تلك التي تتحكم في الذاكرة والتفكير تتعرض للتلف وبما أن للجذور الحرة دورا في إحداث هذا التلف فإن خاصية هذه العشبة كمادة مضادة للأكسدة تساعد حتما في هذا المرض وبما أن له القدرة على تنشيط تدفق الدورة الدموية كونه يعمل على توسيع الأوعية الدموية فهو بذلك يعمل على تنشيط الذاكرة وتحسين وظائف الدماغ لمرض الزهايمر وتعمل على خفض مستوى التراجع الذاكري لمرض الزهايمر وهذا ما أثبتته الأبحاث العلمية أيضا تعالج الضعف الجنسي فمن أسباب الضعف الجنسي هو عدم وصول الدم بشكل كافي للأعضاء التناسلية وقد وجد تحسن بمعدل 50% من المرضى الذين أخذوا الجينكو بلوبا لمدة 6 أشهر فهو يساعد على زيادة معدل تدفق الدم أيضا تعالج ضعف اكتمال الدورة الدموية داخل الدماغ وقد يجمع الكثيرون على أن هذا المرض لا يحدث في حالات كثيرة بل هي حالات مرتبطة بالكبر في العمر وتقدم الزمن مع الأشخاص فيحدث ضعف وعدم اكتمال الدورة الدموية للمخ فلا تصل كمية الدم بالشكل الكامل المطلوب للمخ ومن أهم المخاطر التي يسببه هذا المرض هو فقدان القدرة على تذكر بعض الأشياء والمعلومات أما عن الجينكا فقد أشارت وأثبتت بعض الأبحاث والدراسات الأوروبية والبريطانية أن السبب في القصور هو عدم وجود كمية الجينكا بشكل كافي وأن كل من تم علاجهم بجرعات من المادة قد ظهرت عليهم النتائج بشكل جيد أيضا هي تستعمل للوقاية من الأمراض التي قد تصيب القلب بما أن عشبة الجينكا تعمل بدورها الفعال على تسهيل جريان الدم في الأوعية وإيصالها للمخ فهي أيضا مسؤولة كذلك عن توزيع وإيصال الدم لجميع أوردة الجسم والقلب فتقوم الجينكا بالحفاظ على الجسم من أمراض خطيرة تصيب القلب كالأزمة القلبية والجلطات وغيرها من الأمراض الخطيرة فهي تحتوي على مضادات تمنع حدوث تلك الأمراض أيضا تعالج أمراض تتعلق بالحركة فقد يصاب أحد الأشخاص بأمراض ناتجة عن ضعف في الأوعية الناقلة للدماء في الجسم فلا يغدو قادرا على تحريك أعضاء جسده وخاصة أقدامه وهذا ما يسميه الأطباء بالعرج ولأن للجينكا عملا مهما في تسريع وتنظيم سريان الدم داخل الجسم فهو علاج فعال لهذه الأمراض أيضا وقد أشارت لهذه الملاحظات أبحاث ألمانية بأن الأشخاص المصابون بالمرض تمت عملية علاجهم بالجينكا أيضا الحماية من مرض السكر والإدمان فقد اكتشف الباحثون أن نبات الجينكا يحتوي على أنزيمات لها دور كبير في تقليل نسبة الكحول في الدم بعملية تسمى التمثيل وهي بالتالي تخفف من نسبة السكر في الدم وتعمل على تنظيمه أيضا تعالج أمراض العين ومن أشهر هذه الأمراض حالة تسمى الضمور للبقعة الصفراء للعين وهذه البقعة مسؤولة عن البصر في العين ويتعرض الكبار لتدهور في هذه البقعة فيصعب عليهم رؤية الأشياء بوضوح فيستخدم نبات الجينكا لهذه الحالات وتشير التجارب إلى أن كل من استخدم الجينكا قد بات ينظر بشكل أوضح بعد استخدامه لأوراق نبتة الجينكا كما وصفت لهم أيضا تعالج الصمم الناتج عن تلف قوقعة الأذن حيث يعتقد الباحثون أن الصمم ينتج عن نقص الإمداد الدموي إلى الأعصاب الخاصة بالسمع قارنت دراسة فرنسية أثر الجينكا بأثر العقاقير المعتادة لعلاج الصمم الناتج عن تلف قوقعة الأذن أظهرت الدراسة تحسنا في المجموعتين ولكن كانت تحسن أفضل في المجموعة التي استخدمت نبات الجينكا أيضا تعالج آلام الرأس والدوار يعني الدوخة حيث يستخدم نبات الجينكا كمادة فعالة داخل أقراص وتعطى لجميع المرضى الذين يصابون بالدوار الحاد في الرأس أو يمكن أن تستخلص بطريقة أخرى ولكن الجذير بالذكر أن للجينكا دور مهم جدا في علاج أمراض الشعور بآلام في الرأس والدوار وأثبتت هذه النظرية أبحاث فرنسية أجريت على أكثر من سبعين شخصا مصابا بالمرض وقد أبدت الجينكا نتائج مذهلة في عملية العلاج وفي الختام أن للجينكا فوائد كثيرة جدا في علاج وشفاء الأمراض مختلفة بشتى أنواعها ولكن للجينكا تعليمات وإرشادات يجب اتباعها قبل استخدامها كي يتم الاستفادة منها بشكل سليم فتعتبر مادة الجينكا مادة غير آمنة بالشكل التام على النساء الحوامل والمرضعات ولكنها آمنة لجميع الأفراد دون ذلك وما لم يكن الفرد شاكيا من مرض كالتجلط أو أن يكون متعاطيا لأدوية مضادة للتجلط ولا ينصح بتناول الجينكا في أي من الحالات التالية كالأطفال ومرضى السكري والمرضى الذين يعانون من الدوار والمرأة التي تخضع لخطة علاجية من أجل الإنجاب إذ قد يتداخل الجينكا بتأثيراته على الأدوية المستخدمة من أجل الإنجاب ومرضى الاضطرابات الدموية كونه يزيد من النزيف أيضا يجب التوقف عن استعمال الجينكا قبل أو بعد العملية الجراحية بأسبوعين على الأقل طبعا مرضى السكري بالنسبة لهم ممكن استشارة الطبيب وكنصيحة عامة لا تتناول مستحضر الجينكا أو أي مستحضر عشبي أو دوائي إلا بعد استشارة الطبيب من أجل سلامتك ومن المهم أيضا معرفة مقدار تلك الجرعات التي يجب أن تتناولها فإذا تناولت جرع ما وبدت عليك آثار جانبية ملحوظة كالشعور بالغثيان وعدم القدرة على الحركة النشيطة فعليك تقليل الكمية المستخدمة في الجرع القادمة ومن الأمور التي تجعلك أكثر حبا لهذه النبتة أنها تتمتع بعدم وجود أعراض جانبية أخرى تضر بصحة المريض فهي مادة ليست مضرة بل فيها كل الفائدة للدم والأوعية ولعل من أهم الإرشادات المتعلقة بهذه النبتة وبعلاجها هي المتابعة مع طبيب المختص فلا تأخذ جرعة ولا تعمل على تقليل أو زيادة الكمية المطلوبة إلا بوصفات من الطبيب المتابع للحالة وفي هذا ضمان لك بالشفاء التام والتخلص من جميع الإطرابات والقلق المتعلق بشأن المرض والعودة للحيوية من جديد حبيبنا طبعا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وهذه النبتة كتير كتير مهمة وللاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ومثقتكم بنا منرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته